السلام عليكم الإخوان والأخوات ومرحبا بكم في هذا الفيديو الفيديو ديال اليوم سنتعرفه على شنو هو السبب الرئيسي اللي كيخلي السواجم يأكله الدق وكيخلي البيستون بنفسه كي يأكل الدق وكيخلي الشوميز حتى هو كي يأكل الدق كي نعيد ذات أسباب وهد الأسباب ما غيبغيش يقولهم ليك شي واحد ولكن إن شاء الله كنحاول إنني نوصل لكم الفكرة ونوصل لكم المعلومة ونفرش لكم كل شي على بلاطة باش كل شي فهم وقبل ما تمشي عند الميكانيكي أو قبل ما يقول لك الميكانيكي شي حاجة كتكون أنت يا سابقه بواحد الخطوة وعارف شنو غادي تدير وعارف شنو ما غاديش تدير وعارف المشكل فين غايكون والمشكل فين ما غايكونش وشنو هم الأسباب اللي غاي تسببوا ليك في هاد المشكل هادا من جدر دياله فالهذا حلوا معي ودينتكم مزيان ورقزوا شنو غادي نقول لكم الأسباب اللي كيخليه الشوميز ياكل الدق والبيستون ياكل الدق والسواجم ياكل الدق الشوميز شكل اللي كيياكله كيياكل البيستون والبيستون شنو كيكون فيه باش كيياكل في الشوميز كيكونو فيه السواجم هادي دابا تفاهمنا عليها الأشياء اللي كيخليه يوقع لنا هاد المشكل أول حاجة هو الميكانيكي اللي كيكون يعني ما عارف شنو كيدير وكيبغي يزيد شي أشياء من الدماغ دياله والحاجة التانية صاحب العربة اللي كيكون يعني فاقير للمعلومات يعني ما عندوش المعلومات في المخ دياله هو ما علي هوالو ما عارفش كيمشي يسول الميكانيكي والميكانيكي كينصحب واحد الحاجة وكينضمه للسيارة كيدير هديك الحاجة ومن بعد واحد الشهور من اللي كتدوز كيوقع عليه المشكلة طنوبيل ديالو كتولي فاشلاو طنوبيل ديالو كتولي تبخ بالزيت طنوبيل ديالو كتولي تكلي الزيت كيقول ليه الميكانيكي سواق مشاو الشوميز راه من كول البيستون راه هو كالبدق وإلى أخيره ولكن منين بدأ المشكل ركز معايا مزيان وسمعني مزيان اش غا نقول لك الحوائج اللي كيخليو الشوميز كيتضرب والبيستون يقول ليه كلية في الشوميز والسواجم كيولي وياكلو ليه في الشوميز عندك جوج ديال الحوائج ومن اللي كيفرعوا الموتور ديال السيارة الزيت والسخانة والماء هالثلاثة ديال الحوائج حطهم هنا يفودنيك واعقل عليهم دائما وما عمرك تحيدهم من الدماغ ديالك الزيت والماء والسخانة هالثلاثة ديال الحوائج غالنمشيوا معاهم دوقة دوقة وان شاء الله غادي تخرج فاهم وغتكون ان شاء الله انت هو الميكانيكي ديال السيارة ديال قبل ما تمشي عند الميكانيكي كيفاش لما غي خرج ليه على الشوميز وغي خرج ليه على البيستون وغي خرج ليه على على السواجم السيارة من اللي كتصنع في لاميزون ديالها كتكون هيكل كيجي الفرع اللي غايصنع المحرك هادك شاركة اللي صنعت هادك المحرك باش حطاته في القلب ديال الكابو شنو دارتليه وشنو هما التوصيات اللي كتوصيبهم الماء ديال الرادياتور وشنو كتقول لي كتقول ليك القلب النابض ديال المحرك هو سائل تبريد من اللي كيجي واحد الانسان عربي هادك سائل تبريد كيحل اللي هو بالمخ دياله شنو هو سائل تبريد ماد الروبيني كتجيب كتكب الماء ديال الروبيني في المحرك ديال السيارة ديالك يهني في النظام ديال التبريد اللي هو في الرادياتور هنا السيارة اش كيوقع لها؟ او المحرك ديال السيارة ديالك اش كيوقع لها؟ كيكون عندو وحد الخلل في الحسابات ديال الدرجة ديال الحرارة ديال المحرك كيف ما كان عرفوه؟ الماء العادي كيساهم في الارتفاع ديال الحرارة ديال المحرك انتو دا بهذا الغلال يعني الماء العادي من اللي هاد الماء العادي كيساهم في الارتفاع ديال الحرارة ديال المحرك هنا كيجي الدور ديال الزيت العرق والروح ديال المحرك هي الزيت هذيك الزيت من الحرارة المحركة تطلع الزيت هنا شنو كي يقع لها؟ كتولي سيحة كتر من القانون وخدرتها باللزوجة المطلوبة ديال هذك المحرك ديال السيارة ديالك وخدها العشرة ديالك وخدها الخمسة ديالك هذيك الربعين ما كتبقاش في هذيك اللزوجة ديال الربعين من اللي المحرك يكون في الدرجة ديال الحرارة اللي كتكون عالية هذيك الزيت كتولي سايحة من اللي هذيك الزيت كتولي سايحة بسبب ديال الملف الدرجة ديال الحرارة ديال المحرك وساهم في شدان ديال الحرارة ديال المحرك الزيت كيزيت حتى هو كيغلي وكيزيت كيطبخ كتر من القانون دياله والدرجة ديال الحرارة دياله كتطلع والكاليتي دياله كتطيح وما كيبقاش واحد البروتاج باش يزيت لنا المحرك من الداخل باش يبروتاج لنا البيستون والسواجم والشوميز مايبقوش ياكلو في بعضهم وهنا كيولو ياكلو في بعضهم وهنا يا فين كتب ذلك القصة هاد البلان هادا تفاهمنا علي بمعنى شنو خصنين دير خصنين دير الماء يكون مخصاص يعني سائل ديال تبريد لهذاك المحرك ديال السيارة ديالي ما نمشيش ندير المادية للروبيني ما نمشيش ندير المادية للباهية ما نمشيش ندير المادية العلي ما نمشيش ندير المادية الحرازم ما نديرش المادية السيال ما نديرش المادية الشتاء ما نديرش المادية الروبيني ما نديرش المادية الكليماتيزور ما نديرش المادية الماكينة الصابون ما نسمعش لها ذاك الميكانيكي اللي كيقول لي وطيب الما في المخراج حتى يطيب مليح سير خوي في المحرك ديال السيارة ديال وما نديرش هات الشي دائما الإخوان كنقولها لكم أما الكارت العظمى شنو هي كان مش عند واحد عمي الميكانيكي سلام سلام عمي الميكانيكي شريت واحد السيارة عمي الميكانيكي هوندا ميرسيدس بيام دا سيارونو بيجو ستروين أي سيارة كيف ما بغدتكم هات السيارة عمي الميكانيكي موضل ألفين الفوق الفين الفين وستاش الفين وعشرة الفين وعشرين الفين واثنين وعشرين الفين وثلاثة وعشرين نداخل لها عم الميكانيكي هات الشي وإني الفيلا يا الله قد كي الشريتها ماعرفتش عش من زيت كي يدير لها الميكانيكي كي يجي وليد يا وليدي نبيها السيارة هات الأبشرة سبعين ألف كيلو الزيت اللي هتتخدم لها 15 دوبل فيPower الزيت اللي هتتخدم لها Elite Plus Elite Plus The license ้لا License خاصة الزيت ديال ٢٠٠٠ الموتور مشى المحرك ديال السيارة ديالك عزيه هادو كل فلوس باش شريتي هذيك السيارة عارف بانه الموتور غيمشي غيبقى لك غير الكاروسري هادا شنو كي يعني كان مشي عند ميكانيكي اللي طنوبيلة مشت مئة الف كيلو ديال لي هزيت ديال ٢٥٠٠ طنوبيلة مشت مئتين الف كيلو ديال لي هزيت ديال ٢٠٠٠ علاش عمول ميكانيكي شي شرح اه باش طنوبيلة والمحركة واللي تزيت مليح واخر غنبييلكم الخاطئ ديال هاد الميكانيكي هادا اللي عقون دابا هو عند المخ دياله انه ايلا دلت الزيت ديال ٢٠٠٠ المحرك غيت زيت انا غنبييلكم هاد يدي وهاد ساروت يك هاد يدي وهاد ساروت نديرو هاد الساروت هو البيستون هاد يدي هي الشوميز غنجيب هاد البيستون غنلصقو مع الشوميز هوا لصق هاكدا لصق يك كيبانو لكم هنا شي خلوس ما كيبانوش بالعين المجردة غاديبانو بالميزان او بالضو باش غيبانو دوك الخلوس اللي كينين هنا هاد البيستون هاد الشوميز شنو خلصده بنو هناophobia لداخل يعني من الهنايب بج Migration بخصده designs يعني من ذ ancora見 sanctuary زيت الزيت الزيت 50% سنأخذ العسل سنأخذ الزيت 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 ما سيأخذ لنا بين الزيت والإدع لا يعرف وتدخل ولكن إذا جبنة الاركول أو ليسانس أو المازوت وكبيته هنا أو واحد الزيت اللي كيكون رقيق وكبيته هنا بلا منهزهد الساروت بلا منهزه يعني شنو غيوقع غاديدوز له ذاك الزيت هنا أو ذاك الاركول أو ذاك المازوت أو ذاك ليسانس تفهمنا يعني الفيلم علياش لاعب كامل لاعب على اللزوجة اللزوجة الرقيقة اللزوجة الرقيقة كتمشي بالرقم خمسة دوبل في تلاتين خمسة دوبل في أربعين عشرة دوبل في تلاتين عشرة دوبل في أربعين يعني هذه هي اللزوجة اللي كنحتاجوها للمحرك ديال السيارة دياله وصيرته في الصباح من اللي المطور يبغي يدير آمارش الزيت غلين متى داير الزيت ديال العشرين دوبل في ربعين قاق نقولو ديك الربعين ما عليش المطور من اللي يسخن غادي تقدر ديك الزيت كاد ولكن ديك العشرين المطور هو بارد و قضي ماريه أش غا تقولي تسمع غا تقولي تسمع التكتاكا ديك التكتاكا والتسرسير التسرسير فين كيكون كيكون في القلب ديال السلندر تسرسيش كولي كيديرو كيديرو الكارنك وكيديرو البيستون والرنكس ديالو اللي هو مالخواتم السيمينتور يعني في السلندر والداخل تفهمناو علاش كيدير ديك تسرسيرة حيث ما كيتزيتش اللي كام الفوق في الهيد ديال السلندر في الراس ديال الموحرك في الكولاطا في الكيلاص أش كيوقع فيه؟ كيوقع فيه تكتاكا ديك التكتاكا علاش؟ ديك التكتاكا الحديد كيقرقب في الحديد حيث الزيت ما طلعتش من أسفل النقطة إلى الفوق وما كتبغيش الدوز حيث الزيت تقيل ومن اللي الزيت كيكون تقيل ما كيتمشاش بالزربة واخر كين واحد الكمبريسيون اللي هو عالي ديال البومباد الزيت يعني هنا اش كي ندير؟ كان قتل المحرك بالموت الباطع ذاك المحرك ديال السيارة ديال كيلة كان غادي ايش معاك واحد المدة ديال عشر سنين غاي ايش معاك واحد المدة ديال خمس سنين غايجي واحد السيد غايقول لي خمس سنين انا كنت ادار تلاباس احنا ما دامل ان شاء الله سنحتل لغة واش نعيشو والناس ارعون بوبريين انت تقدرت بتدل محرك في ثلاث شهور حيث تدخل بيه الفلوس تقدرت بتدل محرك في عام حيث تدخل بيه الفلوس تقدرت بتدل محرك في خمس سنين دخلت بهذا المحرك قدمت شريه ثلاثة ديال طويم وبيلات فهذه المدة ديال خمس سنين كين الناس مشاكين ساكين. طالب معاشو. طالب معاشو. نهار كيفطر. نهار ما كيفطرش باش كيتغدى. نهار ما كيتغداش كيخبي ذاك الغداء باش يتعشى. لاش غا تجي انتا غادي تخرج عليه. بيعلو ذاك الموتور. علاش? فلهذا الاخوان. عطيتكم هذه النصيحة في سبيل الله. ما تسمعش عن ذاك الميكانيكي اللا دير الزيت كادا وكادا. تبع الكاتالوج ديال المحرك ديال السيارة ديالك. تفهمنا. زغبك الله. عندك طنوبيل ديال الفين. بغيتي تدير لها لوزوجة الزيت اللي غليظة. عشرة دوبل في اربعين. كيف ما كانت هات السيارة. عشرة دوبل في اربعين ما تديرش ليها عشرين دوبل في اربعين. او تدير ذاك الرقم الفرضي. الخمسين. تفهمنا. را كيدورها باش يقول لكم باش يبقى لكم السيارة باش كي تزاد لها الكومبريسيون. هيت كتكون كتاكل الزيت. والكمبريسيون فيها ضعيف. والطنوبيل ما عنده اشتراج مجهد.